الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصن بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الدلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وحبل من الناس وفاءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسالعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَالْحَمْ بِالْمُتَّقِينَ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أَلِفْ لَا مِيمٌ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْنِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ألؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ الله يستهزئ بهم ويمدهم في ضغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعود برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك لجد بالكفار ملحق اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد بما هديتنا ورزقتنا وخلقتنا وفرجت عنا لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالقرآن لك الحمد على كل شيء لك الحمد كما هديتنا للإسلام اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت إلينا أعظم شرائع دينك وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس وجعلتنا من خير أمة نخرجت للناس لك الحمد على كل شيء لك الحمد بالمال والأهل والمعافاة بصدت رزقنا وكبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تجزن كثيرا اللهم لك الحمد كله على نيته وسره الحمد لله الذي جعل حمده أول آية في كتاب رحمته والحمد لله الذي جعل حمده آخر دعوة لأهل جنته الحمد لله الصادق في قينه قل صدق الله ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين ولما ألزم وأوجب غير جاحدين والحمد لله وصل الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وعلى من سار بمنهجه وسنته وسنة الخلفاء الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعود بك اللهم من الشرن كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطن باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعلنا أم الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والعزيمة من كل رشد والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الأمن والأمان في الأهل والولد والمال والجسد سبحانك اللهم أنت الصمد المقصود ذو الكرم والجود والعطاء الممدود أنت العزيز الباقي لك العز والبقاء تجير من استجارك وتغني من توكل عليك وتعتز من اعتز بك وتؤمن الخائف وتنصر المظلوم وتعطي المحروم فاحفظنا بعينك التي لا تنام واكلأنا برعايتك التي لا تضام واجعلنا آمنين مطمئنين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عقيما إلا أرزقته بالذرية الصالحة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من شماتة الشامتين ومن بغض الباغضين ومن بغض الباغضين ونعوذ بك من نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع ومن دعوة لا يستجاب لها ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك لا إله إلا أنت سبحانك ما شكرناك حق شكرك لا إله إلا أنت سبحانك ما قدرناك حق قدرك لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الواحد أحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماء والأراضين والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باصط اليدين بالرحمة من نقصد وأنت المقصود ومن الذي نسأله وأنت صاحب الكرم والجود ومن الذين توجه إليه وأنت رب المعبود يا من عليه يتوكل المتوكلون ويا من يلجأ إليه الخائفون ويا من بكرم يتعلق الراجون يا مفرج الكربات يا غافر الخطيئات يا قاضي الحاجات إلهنا وسيدنا إلهنا وسيدنا هذه نواصينا الخاطئة بين يديك وأمورنا ترجع إليك وأحوالنا لا تخفى عليك إليك نشكو بثنا وحزننا إليك نشكو بثنا وحزننا إليك نرفع شكاياتنا هذه أيدينا لم ترفع لغيرك وهذه جباهنا لم تسجد نسواك أطعناك فشكرتنا وعصيناك فأمهلتنا وسألناك فأعطيتنا وإن رجعنا إليك فقبنتنا ها نحن في بابك واقفون ها نحن في بابك واقفون ولثوابك مؤملون ولثوابك مؤملون ولجناتك راجون ومن عذابك مشفقون ومن عذابك مشفقون نسألك يا الله أن تجعلنا في هذا الشهر الفضين من عتقائك من النار اللهم لا تختم لنا شهر رمضان إلا وقد أعتقت رقابنا من النار اللهم لا تختم لنا شهر رمضان إلا وقد أعتقت رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومن له حق علينا من النار اللهم واجعلنا فيه من المقبولين ولا تجعلنا فيه من المحرومين وجعلنا فيه من الفائزين ولا تجعلنا فيه من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسعناهم مدخلهم واغسلهم بالماء والثنج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفواً ووفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنها اللهم إنك عفو كريم ودود جواد تحب العفو فاعف عنها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد كما بلغتنا شهر رمضان ولك الحمد كما بلغتنا ختمة كتابك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم إننا عبيدك بلو عبيدك بلو إيماء نواصينا نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدن فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعلوا حجة لنا لا حجة علينا اللهم اجعلوا حجة لنا لا حجة علينا اللهم علمنا منهما جهنا وذكرنا منهما نسينا وارزقنا تلاوة هوانا الليل واطراف النار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا خطيئاتنا يوم الدين والحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تجعلنا من أصحاب الجحيم ولا تجعلنا من أصحاب الجحيم ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حرر المسجد الأقصى واجعل لنا في صلاة قبل الممات واجعل لنا في صلاة قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخوانا المستضعفين في باكستان وفي السودان وفي سوريا وفي فلسطين وفي اليمن وفي كل مكان اللهم إن كانت هذه الليلة هي ليلة القدر فاجعل لنا فيها من أوفر النصيب اللهم لا تحرمنا خيرها ولا تحرمنا أجرها ولا تحرمنا نورها ولا تحرمنا بركتها واكتبنا فيها من عتقائك من النار واجعل لنا فيها دعوة لا ترد ورزقا في الدنيا والآخرة لا يعد وبابا إلى الجنة لا يسد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة ونستجير بك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا إنك أنت الرفور الرحيم وبالإجابة إنك سميع قدير اللهم أنت قلت وقولك الحق ودعوني يستجب لكم وهذا الدعاء ومنك الإجابة وعليك التكلان برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم رب العزة عما يصيفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين